أعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مع التحليل بي الوحدة العاشرة ملوثات المواد الإشعاعية Radioactive pollutants ونتناول شرح محتويات هذه الوحدة في البداية نتعرف على أهداف هذه الوحدة العاشرة Radioactive pollutants التعرف على مصادر الإشعاع ومصادر الإشعاع اثنان هناك اثنان اثنان من مصادر الإشعاع وهي مصادر طبيعية مصادر طبيعية ومصادر صناعية من صنع الإنسان ونمرأ اثنين التعرف على أثار المخلفات الإشعاعية على الإنسان فالآثار الصحية على الإنسان هناك أثرين أثرين منها واحد مبكر وفي آثار متأخرة الآثار المبكرة أو الآثار المبكر تنقسم بدورها إلى خمسة أقسام هذه تنقسم إلى خمسة أقسام منها أمراض أو المرض الإشعاعي هناك أيضا نقص كريات الدم البيضاء هناك أيضا التهاب معوي التهابات معوية وأيضا هناك إصابة الجهاز العصبي المركزي آخر نقطة خامسة إحمرار الجلد وهذه كلها تنضوي تحت الآثار المبكرة والآثار المتأخرة على صحة الإنسان هناك ثلاثة منها ثلاثة وهي هنا الآثار المتأخرة حمان الله هنا صرطان واحد صرطان اثنين هناك آثار وراثية تنتج آثار وراثية و ثلاثة ظلمة عدسة العين إذن الآثار الصحية مبكرة ومتأخرة والمبكرة تنقسم إلى خمسة أقسام والمتأخرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ثلاثة طرق الوغاية من المواد المشعة ومعالجتها فطرق الوغاية هناك ثلاثة ثلاثة طرق وغاية واحد حماية المصادر الخارجية وحماية المصادر الداخلية ونمر ثلاثة أجهزة الوغاية من الإشعاعات وهذه الطرق الثلاثة تحتوي على قواعد ثلاثة قواعد للتحكم في الإشعاعات وهذه الثلاثة قواعد أن نحفظ المواد المشعة مقفلة تكون مقفولة في حاوية معينة ويتم حفظها أن يكون هناك جهاز إنزار جهاز إنزار إذا زادت عن حد معين ينذرنا بأن المواد الإشعاعات تجاوزت حد معين التقليل من الكمية وبهذا نصل نهاية هذا المقطع إلى التعرف على أهداف هذه الوحدة ونواصل في مقاطع أخرى إن شاء الله